الزمالك خلص تقريبا بلا قيد في الموسم الجديد مش يخش الموسم الجديد بلعبين جود وتشاف الزمالك الموسم اللي جايه بعمل ازاي على ضوء القائمة الحالية والظروف الحالية بص يعني انا ما عنديش قيد عندي المجموعة المتاحة المجموعة المتاحة مش مجموعة سيئة مش لدرجة مش لدرجة ان احنا نقول ان هم يعني الناس واقع ولا الكلام لا انا حط ثقة فيهم اوفر لهم الجانب الاداري بتاعهم الجانب المادي يعني الجوانب بتاعتهم لتخليهم مرتاحين وهما موجودين عشان يبقى حافز بأهداف للعب يعني واقفل عليهم فنيا ويشتغلوا فنيا ويبقى واعتبروه موسم للتحدي يعني الى ان يجي مجلس ادارة وتتحلل المشاكل فهتاخد وقت طبعا لكن هو ده الحل الوحيد من غير ان انا اعود اناطح وقول اصلا انا كان لازم معودش اكسر في الناس اللي موجود اما اقولش ان هم لعيبة سيئة ما تكسرش فيهم في الناس اللي موجودة فيه لعيبة لسه اول سنة اللي فاتت يعني وفيه لعيبة جاية في يناير كمان فلازم اقفل عليهم فنيا واشتغل معهم فنيا مع المدرب طلب المدرب مستمر يشتغل معهم ومش ممكن هيكونوا بالتخايل عند الناس الناس بتربط انه الحالة اللي فيها النادي اداريا بانها هيحصل انهار فني كمان ممكن نالحق الانهار الفني انه نقفل على المجموعة دي مجموعة اللعيبة وبجزء المادي لازم يبقوا ماشي معهم بشكل منتظم الجهاز واللعيبة واعتقد انهم ه احطوهم في حالة تحدي يعني ازا انه في النهاية اللعيب في النهاية اللعيب هو المراية لده فانت توفر له الجزئين دول لوله مش اجزاء كتير وتضي ثقة في الناس اللي موجودة هتطلع حاجات كويسة يا